اخوتي واخوتي نحن نمر في ايام عصيبة جدا ما كان حد يتوقع او يدرك اللي صار اليوم انه يصير في هذه السرعة مش في مكان واحد لكن غطت اكتر من 180 دولة في العالم لم تصل الى شعب واحد لكن وصل هذا الوباء الى معظم شعوب العالم لم يفرق هذا الوباء بين دول عظيمة او دول ضعيفة لم يفرق هذا المرض بين الاغنياء والفقراء لم يفرق هذا المرض بين الكبار في السن او صغار السن بين العجايس وبين الحدثات بين الشباب او بين كبار السن لم يفرق بين لون جنس عرق هذا الوباء لمس الجميع وهذا اندل على شيء بدل نحن جميعنا نحتاج الى نعمة الرب ونحن جميعنا نحتاج ان نطلب وجه الرب ونحن جميعنا مخلوقون على صورة الله ونحن جميعا سواسية امام الله نحن جميعا ابناء ادم وحواء نحن جميعا في الموازين الى فوق ونحن جميعا فعلا نحتاج نعمة الله نحتاج بركة الله نحتاج خلاص الله نحتاج الى معاملات الله ونحتاج الى الشفاء الالهي الكامل تعرف حبائي هذا الوباء كتير من الناس بتعيد احساباتها واكيد باعادة او جرد الاحسابات لابد ان ناخد خطوات عملية في حياتنا ولابد ان ندرك ان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما ولابد ان ندرك ان الله هو المتصلت في ممالك الناس ولابد ان مملكة الله هي التي تسود على كل الاحياء من كان يظن هذا المرض انه سيغلق بيوت ومدارس ومؤسسات والاقتصاد والاعمال وكل يعني والمطاعم والاوتلات والصفر والمطارات اغلقت العديد من الامور تحولت الناس طبعا من جهة في كتير ناس بتساعد وبتساند ولكن لسبب المرض كتير ناس اصيبت بامراض عصبية امراض نفسية اسر وتفكك في الاسر وصراعات وطلقات وانفصالات والحبل على الجرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة